اهلا بكم وان شاء الله ده هيبقى الفيديو رقم ثلاثة في الاسكيميك هارت احنا ابتدينا في الاسكيميك هارت بفيديو تكلمنا فيه عن الانترودكشن والباثوفيسيولوجي ودينا لك باكجراوند تاني فيديو تكلمنا بالتفصيل عن النيتريت تالت فيديو بقى النهاردة هنتكلم على بقية الانتي انجينال دراج بس قبل ما ابتدي بقى وندخل في الادوية عايز اعيد معاك واكد على بعض النقط علشان نبقى وقفين على ارض صلبة علشان الكلام اللي هنقوله دلوقتي يبقى مبني على حقائق يقوم الممتحن مايلعبش بك الكورة مايضيعش منك سؤال هاكد معاك على بعض النقط كده اولا اتفقت معاك ان مريض الانجينة لو جاله اكيوت انجينة البين ياخد تو دراجز الدواء الاولاني هتديله نيتريت وتكون شورت اكتنج ويستحسن تديله سابلينجوال نيتروجليسرين كويس كده اتنين قلتلك انه هياخد تلتميت ميلي جرام اسبرين باي طريقة اورل او اي في دول التو دراجز اللي هياخدهم ديرنج اكيوت اتاك اوف انجينة خلاص كده اذا البين راح خروب راكا اذا البين ما راحش واستمر لأكتر من 15 دقيقة انت بتشك ان يكون العين دخل منك في اكيوت كوروناري سندروم فيبقى انت مضطر لتعمله هسبتاليزيشن وتعمله ادمشن في الانتنسيف كير وتتعامل معاك ما لو كان مايوكارديال انفاركشن طيب اذا البين بقى راح والعين خلاص ارتاح وعايز منك بقى روشيتة يمشي عليها اتفقت معاك بقى ان الادوية اللي انبتوين ذي اتاك يعني الرشيتة اللي هيمشي عليها قلتلك رشيتتك تشمل عدة ادوية ممكن تستخدم دوى واحد او كلهم مع بعض مافيش مشكلة قلتلك نمرت واحد انا عندي العيلة اللي اسمها بيتا بلوكر اتنين قلتلك عندي العيلة اللي اسمها كالسا متشان البلوكر تلاتة عندي عيلة النايتريت ودول قلتلك ان دول اسمهم التلاتة الكبار اهم تلات ادوية بنديهم لمريض الاسكيميك هارت نمرت اربعة بقى وخمسة وستة دي ادوية بنسميها اتجوفنت يعني ادوية مساعدة زي مثلا عيلة اللي اسمها بي فوكس انهابتور هكلمك عنها عيلة تانية جديدة نيوور دراجز عيلة مقترحة كده وبالها ميكانيزم مبتكر يعني زي مثلا دواء اسمه رانو لازين نمرت ستة عيلة اسمها بوتاسيا متشانل اوبنرز ونمرت سبعة عندك انتي بليتلت زي الاسبرين وغيره دي الادوية الرشدة بتاعتك المقترحة طيب دلوقتي الفيديو اللي فات احنا شرحنا النيتريت خدنا فيها تقريبا خدنا فيها ساعة كاملة شرح مش معناها ان النطرات رقم واحد يعني مش معنا ان احنا ابتدينا بالنيتريت وخدنا فيها وقت طويل معناها انها نمرت واحد للعيانين دول ابدا احنا شرحناها بالتفصيل وخدنا فيها ساعة لان هي عيلة جديدة عليك انما لو انت بتكلمني كلينيكالي مريض الانجينة اللي هو الكلاسيك تحديدا انا بتكلم دلوقتي على الكلاسيك انجينة لو انت بتسألني مين الدوى رقم واحد لمريض الكلاسيك انجينة هقولك البيتا بلوكر وهنا هفصر الكلام ده دلوقتي طيب مين يأتي في المرتبة التانية الكالسا متشانر بلوكر بالترتيب اللي عندك في الكتاب طيب مين اللي يأتي في المرتبة التالتة النيتريت يبقى ده بالنسبة in between the attack في الرشتتك اللي بتكتبها للمريض اللي هيروح هيمشي عليها يبقى ده الأولوية للبيتابلوكر والنيتريت تبقى بعدين يعني نمر الثلاثة إنما لو بأكده هو إنما لو كان العيان في acute attack وبأنجينة تبقى النيتريت رقم واحد اصحى للكلام ده عشان ما يضعش منك حاجة في الامسي كيو عيان عنده شستبين دلوقتي النطرات رقم واحد إنما لما شستبين يروح ونديله رشتة على مهلنا تبقى البيتابلوكر رقم واحد يعني تبقى الأولوية للبيتابلوكر تعال بقى نفسر الكلام ده واحدة واحدة هناخد كل دواء من دول كده نتكلم عنه نقول عنه الملاحظات المهمة اللي تخليك تحل أي سؤال أو يعني ما تغلطش هذا البيتابلوكر طيب أنا مش عايز أشغل نفسي بالبيكانيزم أو بيتابلوكر في حالات الكلاسيك أنجينة الميكانيزم إحنا شرحناه بالتفصيل في شابتر الـ Autonomic هم نفسهم اللي كانوا مكتوبين في شابتر الـ Autonomic بنفس الترتيب وإحنا شرحناهم بالتفصيل زمان وأنا دلوقتي لو حاولت أشرحهم تاني يبقى نضيع الوقت فعديلي بقى مسألة الميكانيزم دلوقتي ودخلني على الملاحظات اللي أنا عايز أقولها لك اللي أنا مهتم بيها نمرت واحد أول ملاحظة في البيتابلوكر فيما يتعلق بالأنجينة أو بالإسكيميك هارت زي ما قلت لك البيتابلوكر تعتبر للمين؟ للمرضى اللي هم الكلاسيك أنجينة الكلاسيك وليس البرنزمتل أنا قلت لك أن الأنجينة أنواع كتير أنا بكلمك دلوقتي على الكلاسيك البيتابلوكر رقم واحد طيب ليه رقم واحد؟ لأنه تعال كده بالراحة نفسر لو ده الكورونري أرتري وقادة فرعين من الكورونري أرتري لهم فرعين يعني وعندك هنفرض أن الفرع ده حصل طيب المريض اللي قدامك ده تفتكر أنت هتحط أملك كله على أنك تعمله كورونري فازو ديلتيشن عمره ما ينفع لأنك لو حاولت تديله ده ويعمله كورونري فازو ديلتيشن هيوسع الفرع السليم يقوم الدم يتسرق يروح على السليم ويسيب الغلبان اللي هو المسدود ده هنعمل حاجة اسمها كورونري ستيل اللي كلمتك عنها مرة قبل كده مع الكالسا متشانر بلوكر يبقى إذن المريض اللي عنده الكلاسيك أنجينة أنت ما تحطش أملك كله ولا تحط طقلك كله على أنك تعمله كورونري فازو ديلتيشن مش ده الحل عنده أمال طيب أمال يبقى الحل إيه؟ هارجع تانا فكارك أقولك هم مش الأنجينة أو المرضى دول بيبقى عندهم الكاردياك وارك أو الكونتراكتيليتي والهارت ريت ها؟ فيه مسماتش ما بين الوارك وما بين الأوتو والبلد صابلاي؟ طب أنت مش قادر تزود الأوتو صابلاي ما أنتش قادر تعمله فازو ديلتيشن في الفرع الخسران ده يبقى على الأقل اللي في إيدك أنك تقلل الكاردياك وارك بمين؟ بالبيتا بلوكر علشان كده يبقى البيتا بلوكر رقم واحد في الناس اللي عندهم الكلاسيك أنجينة أو الأنجينة أو الأنجينة خلاص كده؟ يبقى النقطة دي خلصنا منها نيجي للمقطة التانية هتتسأل ممكن الممتحن أو حد يسألك قولك واط الزادوز أو بيتا بلوكر في حالات الأنجينة طيب قبل ما يجوا بالسؤال ده هفكرك بالسؤال اللي قبله واط الزادوز أو نيتريت في الأنجينة فاكر السؤال ده في الفيديو اللي فات لما قلت لك لو حد سألك الدوز بتاعت النايتريت تقول له إيه؟ تقول له الدوز بتاعت النايتريت والله أنا معرفش بس أهم حاجة إد النايتريت بشرط إنها متوصلنيش لهايبوتنشان ورفليكس تاكيكارديا مش ده اللي قلناه مع النايتريت؟ تعال بقى للبيتا بلوكر واط الزادوز في بيتا بلوكر قل لي والله أي دوز براحتك اللي أنت عايزه بس أهم حاجة إن أنت تزبط للهارتريت الريستنج هارتريت ما يزيتش عن ستين يبقى ده الجايد بتاعي ده الحكم بتاعي تستخدم بقى خمسة ميلي جرام بردي تستخدم ألف ميلي جرام أنا مليش دعوة أهم حاجة إن الهارتريت ديورنج ده ريستنج كوندشن ما يزيتش عن ستين طيب ودورنج الإكسرسايز لو لعن طالع السلم أو بعمل مجهود الهارتريت ما يزيتش عن مية يبقى حضرتك لو أي حد بسألك واط الزادوز في بيتا بلوكر إن أنجينة ما تقولهش أرقام قل له كلمه بالهارتريت قل له أنا معرفش أرقام والله معرفش كم ميلي جرام لكن أعرف إن البروبر دوز في بيتا بلوكر تزدادوز زاد من تين دي هارتريت ريستنج هارتريت بلو ستين والإكسرسايز أو الإفورت هارتريت ما يزيتش عن مية خلاص كده قد تاني ملاحظة تعالى التالت ملاحظة طيب البيتا بلوكر كانوا كام واحد كانوا تلاتين اربعين صنف لو حد سألك يقولك مين أحسن صنفه في الأنجينة قل له كلهم زي بعضهم ما ثبتش إن فيه واحد أفضل من التاني يبقى ما عندناش دراسة بتقول مثلا إن البيسوبرولول أفضل من الميتوبرولول ما فيش دراسات تقلت بكده إنما كل اللي إحنا عايزين نوصيك به إن كان فيه عيلة من البيتا بلوكر أو سيكتور من البيتا بلوكر كان لهم انترينسك سيمباثوميميتك اكتيفتي فاكر افتكر كده في الأوتونومت لما قلت لك إن كان فيه دواء اسمه بندولول البندول ده كان ما هواش بيور بلوكر كان شغال بارشيا الأجونست يعني نص الدواء بيشتغل أجونست والنص الآخر بيشتغل أنتاجونست وقلت لك يومها إن البندولول ده لو اديده ما بيعملش براديكارديا قوي أنت مهما تدي البندولول ما بيقفلش البيتا ريسيبتور قوي إذن يستحسن بقى البعد عن العيلة دي الملاحظة الرابعة طيب مريد البرنزيميتا الأنجينا رأيك في إيه؟ لا مريد البرنزيميتا الأنجينا بقى هنقف معه واقفة مين هو تاني أفكرك مين هو البرنزيميتا الأنجينا؟ البرنزيميتا الأنجينا هفكرك تاني وقولك إن الراجل ده ما عندوش أي مشكلة في الكوروناري ما عندوش آثروسكيلروزيز، الفراعين أو الثلاث فروع ما فيش أي مشكلة ما فيش أي بصولوجي فيه، كل قضيته إن بحصل له فاظو كونستريكشن للأسباب الليropri نحن عدناها المرة اللي فاتت ولما بيحصل له فازو كونستريكشن يقوم يجيله شست بين ديورينج ذا ريست أثناء الراحة طيب وقلت لك ان البرنزيميتل ده أحد النظريات بتاعته اللي عمل له فازو كونستريكشن ان الالفا ريسيبتور عنده أكتر من البيتا فهي ده اللي بتعمله فازو سبازن وكل شوية طيب يصح بقى ان هذا المريض ما تدلوش بيتا بلوكر ليه؟ لانك وعايش دلوقتي ورايح وجاي بشوية البيتا ريسيبتور اللي بيعملوله فازو ديلتيشن اللي واقفين قصاد الالفا اللي منعين ان الالفا تفتارسه يبقى انت حضرتك لو قفلتين البيتا ريسيبتور ببيتا بلوكر هتعمل الحركة اللي بيسموها unopposed alpha effect كأن الالفا يفضلها الملعب كأن الكورونري ما عادش فيه غير الفا بس فانك ان انت كده هتزود له الفازو كونستريكشن اللي عنده طيب اؤكد على ملاحظة تانية طيب انت ممكن تقول لي طيب ما يبقى علاج الراجل ده ان انا اديله الفا بلوكر اقول لك كان غيرك اشتر هفكرك باللي قلناه الفيديو اللي فات لو كان مريض البرنزيميتا لقضيته بس اللي انا بقوله ده ان الالفا اكتر من البيتا كان يبقى معاك حق وكان ممكن نديله الفا بلوكر انما انا قلت لك ان قضيته مش بس الالفا اكتر ده قضيته ان عنده مادة تانية اسمها ثرومبوكسان اي تو بتطلع اكتر في الكوروناري سيركيوليشن وبتعمله فازو كونستريكشن وكمان الاسيطايل كولين اللي عنده اللي بيطلع في المنطقة بتاع الكوروناري مش قادر يعمله فازو ديليتيشن وفي ناس بقوله الاسيطايل كولين كمان ممكن يشتغل بطريقة عكسية في الناس دول يعني عايز اقول لك نهايته ان مريض البرنزيميتا لده بيحصل له فازو كونستريكشن باكتر من ميكانيزم ما هواش الفة بس يبقى ما تجيش من فضلك تقول لي علاجه الفة بلوكر لا مش هينفع احنا هنعالج الراجل ده بحاجة تانية خلص دلوقتي اسمها العيلة اللي اسمها كلسا متشان البلوكر خلاص كده يا بطر انا كده خلصتلك اربع ملاحظات فيما يخص البيتا بلوكر واهمهم دي ان البيتا بلوكر ابسوليوتلي كونترا انديكيتد في برضى البرنزيميتا هم من امرت واحد في الكلاسيك انما ممنوعة في مرضى ايه البرنزيميتا عايز بقى اقول لك الملاحظة رقم خامسة فيما يخص البيتا بلوكر انا قلتلك الفيديو اللي فات وانا بشرح النيتريت قلتلك ان احنا لو دينا النيتريت صباحا ومساءا باستمرار هيحصل الظاهرة اللي اسمها نيتريت ايه؟ توليرانس وفسرنا سببها وقلنا how to avoid من ضمن الحاجات الملاحظات اللي انا وسيتك بيها الفيديو اللي فات مع النيتريت قلتلك لما تيجي تكتب نيتريت يستحسن تكتب نطرات للعيان مثلا مساء وتكتب له البيتا بلوكر مثلا صباحا يعني كل 12 ساعة يعني عايز اقول لك ان في دا كاترة كتير بيكتبوا للمرضى بتوعهم نطرات مع بيتا بلوكر دي الصبح ودي باللقاء والعكس ما تفرقش معانا المهم ان النطرات ايه تبقى 12 ساعة والبيتا بلوكر 12 ساعة هل هو بس دا الفايدة يعني لو ممتحن سألك يقولك يا ابني ايه الفايدة انك تدي نطرات مع بيه مع بيتا بلوكر في روشيتة واحدة هل هتبقى الفايدة بس انك تقولي to avoid the nitrate tolerance لا نحن عندنا فوايد تانية بقى لسا كتير اقولها لك بقى اضفها لك على اللي عندك كتاب عندك عملك جدول كده بسيط وقال لك والله اشوف انا احط هنا شوية variables اكلمك عنهم فيما يخص ايه الهارت وهحط لك هنا البيتا بلوكر لو اتخدت لوحدها وهنا هنحط لك ال nitrate لو اتخدت لوحدها ونشوف تأثيرها على ال variables دي وهنا هنحط لك تأثير البيتا بلوكر لو اتخدت مع ال nitrate في روشيتة واحدة اعملت combination ونحط الكلام ده في الميزان ونشوف هل فعلا البيتا بلوكر تبقى كويسة مع الناطرات في روشيتة واحدة ولا لا طيب فيما يخص ال heart rate مبدئيا مريض الانجينة لازم نتفق انا وانت ان مريض الانجينة انت عايز تخلي ال heart rate عنده ميزيتش عن 60 زي ما قلت لك طيب ده البيتا بلوكر فعلا بتقلل ال heart rate هايلة انما ال nitrate رأيك فيها ايه ال nitrate ايه رأيك في ال heart rate فاكر لما قلنا ان ال nitrate ممكن لو زادت الدوز تقوم عاملها هيبقوا تنشل وعمل لك ريفليكس تاكيكارديا يبقى اذا ال nitrate لو عملت تاكيكارديا البيتا بلوكر هتلحقها هيحصل توازن بين ال اتنين يبقى لو انت اديت دول في روشيتة واحدة ال heart rate مش هيتأثر لان دي بتزود ودي بتقلل او لو ال heart rate هيتأثر يعني هيبقى ماشي مع ال beta blocker يعني اما ان ال combination بتاع الناترات مع ال beta blocker اما ان ال اتنين يوزنوا بعضا على ال heart rate واما ان لو ال heart rate اتأثر مش هبقى مع ال nitrate هيمشي تابع ال beta blocker يبقى كده كويس اهو خد خط مسألة ال contractility انا قلتلك كل ما ال contractility تزيد ده بيستهلك اكسوجين كتير ويطلب دم الكتير في حين ان العين عنده اسكيميا طيب رأيك ايه ال beta blocker في contractility بتقلل contractility لانها negative ionotropic فبتخلي القلب ما يستهلكش اكسوجين الحركة اللي احنا بانو عليها انها بتقلل myocardial auto demand طيب ورأيك ايه في الناترات هي ال nitrate لما توطي الضغط وتخلي القلب يسرع طيب موه لما القلب يسرع ويحصل رفليكس تاكيكارديا معناه ان القلب هيطلب اكسوجين كتير طيب يا سيد اما هو كده يبقى برضو راح وقصد بعضهم يبقى دي في الحين انها بتقلل contractility وال nitrate ممكن تزاود contractility وال heart rate بريفليكس ميكانيزم فكده يبقى ال combination دول يروحوا قصد بعضهم ولو هيحصل change يبقى لصالح ال beta blocker يبقى القلب هيمشي مع ال beta blocker مش هيتتابع nitrate يبقى برضو كويس خد خط مسألة ال diastolic time مرة فصرت لك وقلت لك ان ال coronary artery اكتر من المرة قلت لك ان ال coronary artery لما بيمله بيمله اثناء ال diastole ما بيملهش ده ده الوحيد اللي ما بيملهش في السيستول لان diuring the systole المايوكارديام contracted فجميع الفيزل اللي في المايوكارديام يعني يعني يكون restricted او بضغوط عليها ما تعرفش يتملى ابدا انما هي تستنى فترة ال diastole عشان تملى يبقى كل ما يكون فيه دوة بيزود زمن ال diastole والفترة بتطول يقوم ال coronary artery ياخد وقته ان ييمله كويس طيب ده ال beta blocker كانت بتعمل براديكارديا يعني بتزود زمن ال diastole وده كويس كويس انك تزود زمن ال diastole اللي احنا بنطلق عليه diastolic feeling time او coronary feeling time حلو قوي دي انما النطرات لما هتسرع القلب وتعملك reflex tachycardia هتخلي زمن ال diastole قليل لان القلب مش هياخد وقته عشان يملى اذا برضو دول يروحوا قصاد بعضهم يبقى كأن ال beta blocker عايز اقولك من الاخر كأن ال beta blocker بتوزن او بتصلح المشاكل اللي ممكن تنتج عن ال nitrate يبقى في النهاية برضو الاتنين دول يروحوا قصاد بعض ولو ال heart attack هيمشي تابع واحد يبقى هيمشي تابع ال beta blocker مش هيمشي تابع ال nitrate ده لو يعني لو ما حصلش اخر حاجة بقى الليك حق فيها الليك حق تراجعني فيها يعني مسألة ال blood pressure لو واحدة بنتكلم على ضغط الدم للأسف بقى ال beta blocker هتوطي الضغط وال nitrate هي كمان هتوطي الضغط يبقى دول مش هيروحوا قصاد بعض ده بالعكس هيحصل ممكن ال beta blocker والنطرات مع بعضهم يتخدوا بيدوز خاطئة توطي الضغط ال 2 تلاقي العيان يحصل له في الآخر الضغط دم ويوطى ويهبط منك هرجع اقولك ما تقلقش من دي لان حضرتك هتزبط للدوز بتاعة ال beta blocker وهتزبط الدوز بتاعة ال nitrate بحيث ان ال 2 ما يوصلوش لانهما يوطوا الضغط ما هو ايه علامة ان انت وقعت في الخطأ علامة ان انت وقعت في الخطأ ان انت تجاوزت الحاجة اللي بتعالجها ودخلت في حاجة تانية انا الوقت بعالج انجينة يبقى المفروض ان انا بذبط الدوز بتاعتي بحيث ان انا مدخلش في side effects فاذا كون ال beta blocker توطي الضغط وال nitrate كمان توطي الضغط ده ما يقلقنيش بشرط ان الدوز بتاعتي تكون within adjustable limit المسموح به في الحالة دي يقوم وعمر ما يحصل منك هايبوتنشن ولا كلام ده خلاص يا بطل الجدول ده في حد ذاته كده الواحد وساعات بيجيلك اسمه ليه دايما بنحب او بنفضل ان احنا نخلط beta blocker مع nitrate في روشيتة واحدة يبقى الجدول ده هتقوله وتاخد عليه درجة وما تنساش كمان تضيف عليهم المعلومة بتاع ال nitrate tolerance ان الاضافة بتاعة beta blocker لل nitrate بتقنل فرصة ال nitrate tolerance لانها هتخليني قد ال nitrate زي ما قلت لك 12 ساعة بس وال beta blocker تحل محلها في ال 12 ساعة التانية كده ال beta blocker خلصت ادخل في الايه في الايتم اللي بعدها او العينة اللي بعدها اللي هو ال calcium channel blockers بص يا بطل ال calcium channel blocker احنا قضينا فيها فيديو كامل اكتر من ساعة وشرحنا كل ما يتعلق بال calcium channel blocker لكن انا دلوقتي انا اكلمك على calcium channel blocker فيما يخص الانجينة طيب عندي اربع او خمس ملاحظات برضو ااكد عليها نمرت واحد ال calcium channel blockers حضرتك تأتي في انهي مرتبة هي تأتي في المرتبة التانية بعد ال beta blocker يعني ال beta blocker نمرت واحد في ال classic angina ال beta blocker لو counter indicated لأي ظرف افرض لان عنده برونكيا الازمة مثلا عنده angina مع برونكيا الازمة يبقى ال beta blocker انا مش قادر ادهاله في الحالة دي بقى ال calcium channel blocker تحل محل beta blocker طيب تفضل تدي مين من calcium channel blocker انا شخصيا انا كان عندي ال calcium channel blocker كان عندي الفيراباميل وكان ده في نحية وكان عندي النفدبين وعيلته العيلة اللي اسمها داي هايدرو بيريدينز كان في نحية تانية وقلت لك ان الفيراباميل تأثيره اكتر على ال heart وتأثيره اكتر على المايوكارديم بيقال ال heart rate ويقلل contractility اما النفدبين كان تأثيره اكتر على بلوت فيزل ويعمل فازو ايه؟ دايليتيقشة لو حضرتك بتخيرني دلوقت تقول لي مين من الكلسة من الشال البلوكر يصلح او يبقى مناسب اكتر لمرضة ال classic angina انا هقول لك الفيراباميل نهوان امرت واحد لان تأثيره مماثل لتأثير ال beta blocker يبقى بيقلل مايوكارديا ال auto demand اما النفدبين مايقولش حاجه هو مش غلط لكن النفدبين انا نبهتك اكتر من مرة انه ممكن يعمل لك كلمة reflex tachycardia ولو عمل reflex tachycardia يبقى هيزود ال heart rate وهيزود ال auto demand ويبقى ده ماينفعنيش يعني يفضل البعد عنه طب يفرض ان انت مصر انك تستخدم حد من عيلة ال dihydrobyridine زي النفدبين كده ماشي استخدم اي حد من عيلته بس يكون long actin يجون له long duration زي مثلا واحد من عيلة النفدبين اخوه اخوه التاني اللي اسمه amludبين ال amludبين ده ينتمي بصلة قرابة للنفدبين الاتنين من العيلة اللي اسمها dihydrobyridine والاتنين بيعملوا coronary vaso dilatation بس النفدبين ممكن يعمل لك reflex tachycardia اما ال amludبين لانه long duration ما بيعملش reflex tachycardia يبقى حضرتك لو تاني عشان انا لخص اهو لو ممتحن بيسألك بيقولك ال kalsum channel blocker في ال angina تفضل مين يبقى انا افضل في رابا مين لمرة واحد طيب لو انت عايز تستخدم حد من عيلة dihydrobyridine بلاش بقى نفدبين اللي بيعمل reflex tachycardia انا قلت لك ان العندي بقى عنده vasoconstriction نتيجة مجموعة حاجات لو قلت لك من شوية لسه منبهك من شوية انك من فضلك قلت لك ما تجيش تقول لي اهات ديله alpha blocker لان سبب ال vasoconstriction مش بس ال alpha ده عنده حاجات كتير بنيعمل vasoconstriction متفقين اهو المريض بتاع البرنزيميتال بقى نمرت واحد ال first choice عنده ال calisement channel blocker يبقى اذا قلت ان ال calisement channel blocker تأتي في المرتبة التانية بعد ال beta blocker في مرضى classic angina اذا نصلح كلامك بقى بقى نمرت اتنين قل وهي نمرت واحد في مرضى البرنزيميتال angina يبقى يا بطل لو جالك mcq واول ما الممتحة نقولك برنزيميتال angina او ساعات لها اسم تاني alpha mediated syndrome او variant angina لا اسمها كتير او vasoconstrict angina وطالب منك الدواء رقم واحد لعلاجها قل له calisement channel blocker وهعيد لك للمرة رقم 20 لو قل لك طب ليه ما تديش alpha blocker رغم انها اسمها alpha mediated syndrome قل له لان سبب ال vasoconstriction في المرضى دول مش بس ال alpha receptor عندهم mediators تانية هي اللي عملالهم يبقى كون يقدينهم alpha blocker useless مش هيضيع المشكلة اللي هيحل مشكلتهم واحد من عيلة ال calisement channel blocker انتفقنا؟ طيب ندخل على العيلة اللي بعدها او الكلام اللي بعده عند حضرتك بقى مجموعة ادوية بيسموها تحت تندرك تحت عنوان newer drugs ادوية جديدة كل يوم يطلعو لنا دواء واثنين وثلاثة واربعة في الكتب ويقولك ايه دواء هاي اللي مرضى الانجينة لكن احنا ما بناخدش بالكلام ما بناخدش بكلام شركات او بكلام يعني كده احنا اهم حاجة عندنا ان احنا لما يطلع دواء جديدة بنعمل حاجة اسمها clinical trial يعني مش احنا يعني هنا في مصر يعني والدول دي لا انا اقصد يعني العلماء على مستوى العالم اللي هما في امريكا واوروبا وشركات الادوية الكبيرة تقوم تجيب مثلا خمس تلاف او عشر تلاف عيان عندهم انجينة وتجرب الدواء بتاعها ده وتطلع ده تايج اللي انا بحكولك ده اسمه clinical trial فكل يوم يطلع بقى ادوية جديدة تقولك الادوية دي effective لكن مش على اساس علمي فاحنا هنعرض لك الاراء اللي موجودة وهنعرض لك الكلام اللي موجود لكن هيظل الادوية اللي هشرحها لك دي كلها محتاجة مننا ان احنا نعمل clinical trials محترمة ما يعني نجيب عشر تلاف عيان نجرب عليهم علشان نحكم ونحلف ما اذا كان الدواء ده فعلا effective ولا لأ هتظل جميع الادوية اللي هشرحها لك دي هتظل تحت عنوان كلمة other drugs او تقولي adjuvant drugs او تقولي ادوية مساعدة لكن يظل الثلاثة الكبار انت عرفتهم beta blocker و night rates طيب مين هم بقى الادوية الجديدة دي في عيلة مثلا اسمها بي فوكس انهاباتور بي فوكس تتكتب كده بي سمول وكلمة فوكس بالكابيتل هي اصلا الترجمة او يعني جاية منين الاختصار بي يعني prevent حاجة بتمنع الف او اكس يعني فاتي اسد اوكسيديشا يعني العيلة دي من اسمها كده بريفنت فاتي اسد اوكسيديشا انا هشرح لك حاجة كده كلمتين في الفيسيولوجي علشان اقول لك وجهة نظر العلماء ايه يعني في العيلة الجديدة اللي اسمها بي فوكس انهاباتور اولا هو اشهر دوا في العيلة اللي اسمها بي فوكس انهاباتور اشهر دوا فيهم اسمه كمترايميتازيدين كويس كده احفظ الاسم ده كويس عشان بيجي في الامسي كيو كتير قوي ايه بقى يعني وجهة نظرهم ايه في الانجينة تعال كده بقولك والله دي ادى المايوكارديال سيل هنفرض ان دي احد الكاردياك مايوفايتس في النورمال كونديشن عندي وعندك الحمد لله احنا ما عندناش انجينة ما عندناش اسكميك هارت ديزيز الهارت غير ايه تشوه الهارت معتمد في 60% من الميتابوليزم بتاعه يعني 60% من الانرجي بتاعته بياخدها من الاكسيديشن مش من الجلوكوز يعني جايز البرين يبقى المين بتاعه الجلوكوز جايز الكيدني والليفر يستهلكوا جلوكوز كتير انما الهارت والمايوكارديام لا هو عايش على الاكسيديشن الفري فاتي اسد لانها بتديله اي تي بي اكتر طيب 60% تقريبا يعني الفري فاتي اسد بتدخل ايه المفروض انا مكلمك في النورمال الفري فاتي اسد بتدخل تتأكسد جوه الميتوكندريا بحاجة انت عارفها في البيوكيميستري اسمها بيتا اكسيديشن اف فاتي اسد كويس لما الفاتي اسد تدخل الميتوكندريا وتتأكسد تقوم تصلي علينا اي تي بي كتير يقوم المايوكارديام عايش على القصة دي بياخد 35% بس من الطاقة بتاعته من الكربوهايدرين و 5% من الطاقة بتاعته من الانرجي من ايه اكسد حاجات اخرى زي الكيتون بودز وغيره طيب انا بكلمك كده في النورمال كونديشن هو واخد 60% من الاكسيديشن الفري فاتي اسد افرد تعالى نفرد ان العين عنده انجينا بكتوريز وعنده الاكسوجين والدم مش واصل كويس للمايوكارديام وبالتالي يبقى لو دخل عنده الفري فاتي اسد دي مش هتعرف تتحرق انا بكلمك على المريض اللي عنده انجينا اللي الدم مش واصل كويس ليه مش هتعرف تتحرق؟ لان عشان تحرق الفاتي اسد انت محتاج اكسوجين كتير جدا محتاج كميك براوي محتاج بنزينة اكسوجين عشان تحرق شوية 20 كربونا يعني لو فاتي اسد 20 كربونا انت محتاج له كمية اكسوجين كتيرة جدا في الميطوخوندريع طب المريض اللي عنده انجينا ما عندهش هذا الكم من الاكسوجين هتكوني النتيجة ايه؟ ان الفري فاتي اسد هتدخل السيطبلازم لكن تتحرق تقوم تتجمع الفري فاتي اسد في السيطبلازم ولما تتجمع الفاتي اسد هي اسمها اسد لما تتجمع الفاتي اسد في السيطبلازم لانها مش قادرة تتحرق عند المرضى دول تقوم توطى البيئتش يقوم يحصل حاجة زي الأسيدوزيز كده طيب وده هيعمل ايه؟ ده هيعمل مشكلة كبيرة جدا انت عندك في هنا حاجة اسمها في الخلايا اسمها ساركوبلازم كريتيكيولم مخزنة كالسام كويس كده يا بطل الكالسام طول ما هو متخزن في الساركوبلازم كريتيكيولم لا قيمة له اهو متخزن كافي خيره شره انما اول ما الفريفات أسد تتجمع في السايتوبلازم والبي اتش يقل وتدخل في أسيدوزيز يقوم الكالسام يدوب ولما يدوب يخرج من الساركوبلازم كريتيكيولم يتحول للأيونيك استيت واول ما الكالسام يخرج من السايتوبلازم كريتيكيولم عينك ما تشوف الا النور ما حرقه بقى لان الكالسام هيزود الكنتراكتيليتي هتبتدي الخلايا بتاعت المايوكارديام اللي هي الكاردياك مايوسايت تبتدي الكنتراكتيليتي تزيد بلا داعي ليه؟ لان انت دوبت الكالسام من الساركوبلازم كريتيكيولم بتأثير الفريفات أسد دي كويس؟ لما الكنتراكتلية هتزيد والعيان ما عندوش اكسوجين ولا عندو جود بلطف له يوم يدخل منك في مايوكارديال ايه؟ انفاركشن المنطقة دي تموت من القلب ويدخل في مايوكارديال ايه؟ انا الوقت شرحت لك ليه مرضى الانجينة ساعات يدخل منك في مايوكارديال انفاركشن بالطريقة اللي انا قلتها لك دي. من هنا بقى جه دور العيلة اللي اسمها بي فوكس انهابتر. قالوا العلماء احنا هنخترع عيلة تمنع دخول الفاتي اسم. ما تدخلش من اصله. تقوم لما الفاتي اسد ما تدخلش جوه الكاردياكماوسات يقوم القصة اللي انا حكيتها لك دي كلها ما تحصلش. يقوم يبقى الفاتي اسد ما تتراكمش. يقوم البيئتش ما يقلش. يقوم الكلسم ما يدوبش. وما تزيدش الكنتراكتلية بلا داعي. قمال يا سيد امال احنا هنعيش على ايه بقى لما انت هتمنع دخول الفاتي اسد. قالوا هنمنع دخول الفاتي اسد ونسمح بدخول الكاربوهايدريت انلي. يبقى احنا الحركة دي هنسميها ميتابوليك سويتش. ميتابوليك سويتش يعني خلينا الهارت بدل ما هو عايش على الفريفاتي اسد. هتقوله لا من فضلك الفريفاتي اسد هتعمل لنا مشكلة في الحالة دي. احرق بدلها جولوكوز. ايوا يا سيدي هتقول لك جولوكوز ما بدينيش الايه الانرجي الكافية. هقولك وماله ما هو احنا لما بندي العيلة دي ما بديهاش لوحدها نبديها مع بيتابلوكر. يقوم القلب يبقى الريد بتاعه قليل ما هواش محتاج منك اكسوجين كتير. ولا محتاج منك طاقة كتير. كفاية عليه قوي. يحرق شوية الجولوكوز اللي موجودين. الجولوكوز بقى مش هيتراكم في السيت و لازم يعمل لنا ايه. الحكاية اللي انا حكيتها لك دي كلها. يبقى لما تيجي للميكانزم اوف طريمي تازيدين لو حد يقولك لخص للميكانزم اوف طريمي تازيدين. هتقول لي ببساطة كده طريمي تازيدين ده من عائلة اللي اسمها بيه فوكسا انهابتور. هيعمل متابوليك سويتش. هيخلي المايوكارديام ما يستهلكش فاتي اسد. وبالتالي طالما الفاتي اسد ما دخلتش جوال مايوكارديام يقوم ما يتراكمش في السيتوبلازم. يقوم البي اتش بتاع السيتوبلازم ما يتغيرش. يقوم الكلسم ما يدوبش من السركوبلازم ك وبهذه الطريقة انا بحافظ على خلايا القلب. بحافظ على الكنتراكتيلة انها مددش بلا داعي. الكلمة اللي مكتوبة عندك ده. وبحافظ على ان الخلايا ما تدخلش مني في نكروزز. نتيجة الكلسم الزيادة ده. وبالتالي يبقى العيلة دي يصح بقى كمان انها تتواصف انها سيتوبروتكتف. سيتو يعني خلية. بروتكتف يعني بتحمي الخلايا. بتحميها منين؟ من الكلسم اللي انا حكيته لك ده. بتحميها من النكروزز. خلصت العيلة دي يا بطن. لاحظ بقى علشان ما حدش يلعب بك الكرة في الامي سي كيو. العيلة دي ما اشتغلتش على هارت ريت ولا اشتغلت على بلاط فلو. يعني دايما معظم الانتي انجينال دراجز. يقيمة بتقلل هارت ريت. يقيمة بتزود كورينر بلاط فلو. العيلة دي لا اشتغلت على دوة ولا على ده. ده اشتغلت على حاجة تالتة. اللي هي الميتابوليزم. فلو جالك في الامي سي كيو قولك ان عايز دوة. ما بيغيرش في الهارت ريت. ولا بيغير في الهارت او بيحسن الانجينة او بيحسن المرضى دول. قول له يا باشا انت اصدك. اصدك على العيلة اللي اسمها بيفوكس انهيبتور. اللي هي شغالة بالنظرية الميتابوليزم اللي اسملك عليها دي. ندخل على الدوة اللي بعده الجديد. عيلة طبعا طلعة برضو جديد كده مش عارفت لها اول من اخر يعني. عيلة بيسموها بوتاسيا متشانل اوبنار. مين هو البوتاسيا متشانل اوبنار يعني دوة اسمه نيكورانديل. طيب. النيكورانديل ده لحد قريب ما كناش عارفين الميكانزم بتاعه. كان بيتخذ للمرضى اللي عنده انجانة كان بيحسنهم. انما تيجي تسألنا على الميكانزم اقول لك والله هو مفترض يعني. ميكانزم كده ايه مقترح. انما مامسكناش الميكانزم بايدانة اوه عشان نحلف عليه. النيكورانديل ده بيقول انه بيجي على الكاردياك مايوسايتس يقوم يفتح بوابات البوتاسيا. هو متصنف بوتاسيا متشانل ايه؟ اوبنار. طيب مرة قبل كده واثنين وثلاثة وقديني بعيد لك. بيقول لك لو فتحت بوابات البوتاسيا يقوم البوتاسيا طفشان. وطالما البوتاسيا طفش يقوم يحصل ايه؟ بيحصل كلمة اسمها هيبر بولاريزيشن. وكلمة هيبر بولاريزيشن معناها ان الخلايا فقدت الاستقرار بتاعها. وحصل لها ريلاكسيشن. والله اذا كانت دي خلية من خلايا الفاسكولور اسبوس مصل. اذا كانت ارتري يعني يقوم الارتري يحصل له ضيلتيشن. بدليل ان كان في ده اسمه مينوكسيديل كان متصنف بوتاسيا متشانل اوبنار. ويقوم ألا أقول لك المينوكسيدين لما بفتح البوتاسيا متشانيل في الوال بتاع الأرتري بيعمل أرتريول وضيلاتيشا النهاردة إحنا نتكلم على الهارت بقى مش على الأرتري لما تفتح بوتاسيا متشانيل في الكاردياك ميوسايت يقوم البوتاسيا ميتفاش هيحصل برضو ريلاكسيشا للكاردياك ميوسايت يبقى أنت كده عملت ريلاكسيشا بطريقة مختلفة عن البيتابلوكر هذا أول ميكانيزمة هوم انه فتح بوابات البوتاسيا وعمل ريلاكسيشن بالطريقة دي الميكانيزم الآخر المقترح ان هذا النيكورانديل ينتمي بصلة قرابة للنيتريت وبالتالي هيطلع نيتريك اوكسايد ويزود برضو المادة الاسمها سايكليك جي امي بي ويعمل لنا برضو ريلاكسيشن للكورونري ارتري وريلاكسيشن للمايوكارديام بنظرية النيتريك اوكسايد ومن هنا هقولك بقى ان النيكورانديل يتحطب مع النيتريت في صف واحد والاثنين ممنوعين تدي معهم سلدنافيل فهاكر لما قلت لك اوكسيشن للفياجرا مع النيتريت اهو برضو بما ان النيكورانديل ده دواء ينتمي للنيتريت بصلة قرابة ينطبخ على نفس القصة انه برضو ممنوع تدي نيكورانديل مع الدواء اللي اسمه سلدنافيل وقديني قلت لك التو ميكانيزم الموجودين المقترحين الدواء الثالث من تحت عنوان نيورد رجز الدواء الثالث اسمه رانو لازين رانو لازين ايه بقى الرانو لازين ده بتحطي الواحده كده اولا رانو لازين ده تحس ان كلمة زين اللي في الاخر دي قريب من الدواء اللي كان من شوال اللي قلتك عليه اللي اسمه تريمي تازيدين اولا هو برضو ينتمي للعيلة اللي اسمها بيفوكس انهابتور يعني برضو بيعمل ميتابوليك سويتش ويخل المايوكورديا بدل ما يحرق فات ويطعب نفسه يحرق كربوهايدريت كويس ده على جنبي كده انما مش ده المين ميكانيزم بتاعه المين ميكانيزم بتاع الرانو لازين ده انا مرة قلتلك واحنا بنشرح الانترودكشن بتاعت الهايبرتنشن قلتلك انه الساركوبلازم كريتيكولم مخزينة ايه خزينة كلسم وقلتلك ان الكلسم ده عشان يخرج من الساركوبلازم كريتيكولم فيه حاجات كتير او بتخرجوا من ضمنها السوديوم فتكر معايك كلمة دي والنبي قلتلك لو السوديوم لو بوابات السوديوم اتفاتحت والسوديوم دخل من بره الخلال جواه لان السوديوم من لي ايه اكسترا سيلولر فلما تفتح بوابات السوديوم عكس البوتاسيام بقى السوديوم يجي من بره لجوا لما السوديوم يزيد جوا خلال قلب يقوم ايه تريجر الكальسم موفمت يحرك الكالسم يقوم الكالسم يزيد والكلسم لما بيزيد الكلمة احنا مش عايزين نسمع عصيرتها في مريض الأنجينا لأن الكلسام هيزود الـ contractility والـ heart rate الرانولازين ده بقى بيقولوا أنه بيقفل بوابات السوديوم يقوم لما يقفل بوابات السوديوم يقوم السوديوم ما يتراكمش جوه الكاردياك مايوسايت وبالتالي الكلسام ما يخرجش من الساركوبلازمك ايه ريتيكولم كأن الرانولازين بيعمل انهيبشن للكلسام كنتنت أو موفمنت من الساركوبلازمك ريتيكولم بطريق غير مباشر عن طريق أنه قفل بوابات السوديوم يبقى هو ما بتصنفش كلسام الشان البلوكر هو نفسه ما لاش دعوه ببوابات الكلسام يعني هو ما راحش نحيط الكلسام نفسه هو نفسه ما راحش نحيط الساركوبلازمك ريتيكولم إنما كل اللي عمله أنه قفل بوابات السوديوم زي ما قلت لك منع أن السوديوم يدخل من بره الجوه ومنع أن السوديوم يحرك الكلسام من الساركوبلازمك ريتيكولم وبالتالي بيحافظ على أن الكاردياك مايوسايت ما تبزلش مجهود بلا داعي نتيجة وجود الكلسام اللي مالوش لازمة ده وبرضو هيتصنف سيتو بروتيكتف لأن ما هو أي دوب يمنع أن الكلسام يزيد هيمنع السيل نكروسس فبرضو يندرج تحت العيلة أو تحت الوصف اللي اسمه سيتو بروتيكتف سيتو يعني خلايا وبرتيكتف يعني بيحمي الخلايا كده تلاتة هضف لك دوبا مش عندك في الكتاب جايز تيجي سيرته في المحاضرة فتبقى أنت جاهز يعني زوده لي معاك بقى كده دواء جديد برضو من عيلة جديدة خالص دواء اسمه إيفا برادين إيفا برادين برادين كلمة براديني يوحيلك أنه بيعمل برادي كارديا إيه بقى الإيفا برادين الدواء الجديد ده هقولك كلمتين كده يعني أفكرك بيهو حضرتك عارف أن فيه لو دي كاردياك مايوسايت أنت حافظ أن أي خلية من خلية جسمك فيها بوابات بوابات للصوديو بسموها صوديام تشانل وفيه بوابات للبوتاسيام اسمها بوتاسيام تشانل وفيه للكالسا وغيره يعني كل آيون له بوابة خاصة بيه فيه بقى بوابة جديدة أنت أول مرة تسمع عنها بيسموها كلمة كده فاني عارف فاني تشانل فاني بوابة هي اسمها فاني تشانل البوابة المرحة إيه بقى البوابة المرحة دي البوابة دي بتدخل سوديوم وبوتاسيام مع بعض مع بعضهم كويس اسمها فانيتشان هذه البوابة موجودة كتير جدا في السلز بتاعة الاس اي نود يعني حضرك لو بترسم الهارت كده وقادة الاس اي نود لو بصت بالميكروسكوب لو جبت الميكروسكوب إلكتروني أو يعني تجيب آتومك فورس ميكروسكوب حاجة قوية قوي تبص على الاس اي نود هتكتشف ان خلايا الاس اي نود مليانة النوع ده من الاي من اللي اسمها فانيتشان اللي هي بتدخل سوديوم وبوتاسيام مع بعض بتحركوا مع بعض المرة دي يعني عكس المنطق يعني الايفا برادين عبقريته كلها انه بيجي يقفل هذه الفانيتشان بيدورها حرف اف اف كده ميلة كده اف يعني بالإتاليك اتاليك فونت الايفا برادين يقفل الفانيتشاني دي في الاس اي نود يقوم يخلي القلب يبطق لان الشاني دي لو اتقفلت القلب هيبطق جدا عشان كده سموه برادي ايفا برادين بيعمل سيفير براديكارديا طيب وهي دي مطلوبة في الانجينات جدا مطلوبة جدا ده هيبقى بقى ده المرافق او البديل بتاع البيتا بلوكر اذا البيتا بلوكر انت مش قادر تستخدمها لأي سبب يعني لو فيه عيان مثلا مش نافع مع البيتا بلوكر لأي ظرف عنده برونكا الازمة ولا عنده بريفل الفاسكولار ديزيز ولا بيشتيك من ضيابيتس ولا كده هقولك ان الفراباميل ينفع يبقى البديل والبديل التاني بقى اللي ينفع الجديد او اللي هم عاملينه اللي هو الدواء اللي اسمه ايفا برادين ده وقدينا شرحت لك الميكانزم من ضمن بقى مشاكله اذا سمعت عنها في المحاضرة هو بيخليك ايفا برادين ده لما بتديه للأسف بقفل نفس الفاني تشانيل دي زي ما قفالها في الاس اي نود بيقفل تشانيل شبهها بالظبط في الريتنا عندك ولما يقفل نفس الاتشانيل في الريتنا تقوم تشوف الاضواق براقة اكتر من اللازم يعني تيجي تبص للضوء عينك ما تقدرش تستحمل الضوء فيتهيقلك ان الضوء قوي جدا يسموها اليومنس اليومنس فنومنا اليومنس من ايه من اليومن يعني حاجة لا علاقة بالضوء اليومنس فنومنا او الظاهرة دي معناها انك مش قادر تبص في اللمبة مش قادر تبص في اي مصدر ضوء لانه بيزغل في عينك قوي بعد بقى ما خلصنا استعرضنا معاك معظم الادوية الانتي انجينال دركز مش هنوصيك بقى كمان ما تنساش انك تكتب للعيان بتاعك اي دواء يمنع البلتلت اجريجيشن يعني مثلا اسهلهم وارخصهم انك تقول للعيان خد قرص اسبرين بتاع الاطفال اللي هو الاسبوسيد بتاع الاطفال اللي هو القرص فيه 75 ميلي جرام او يعني ياخد ربع قرص اسبرين من الكبير قرص الاسبرين الكبير فيه 300 ميلي جرام ياخد ربع قرص اسبرين يوميا من القرص الكبير ده او ياخد القرص الصغير بتاع الاطفال اللي هو اسمه اسبوسيد علشان تمنع البلتلت اجريجيشن فيه طبعا عيلة كبيرة قوي من الادوية اللي بتمنع البلتلت اجريجيشن بس مش مكانها دلوقتي ان شاء الله نشرحها لك بالتفصيل لما نوصل لشابتر البلتلت انما ما تنساش ان مريد الانجينة بعد ما تكتب له اللوشيتة بتاعتك لازم تمشيه على انتي بلتلت دراج تعال بقى نشوف الكتاب عاملك ايه في الاخر بعد ما خلص موضوع الانجينة ده الكتاب يعني بيرقيك شوية بيطلعك لمستوى عال شوية عايز قلك انت بقيت ود معلم بقى دلوقتي في الادوية طيب انا هعقدلك المشكلة هاختبر معلوماتك هجيب لك عيان مريد بالاسكيميك هارت ومعاه مرض تاني ونشوفك انت هتختار ازاي يعني لو عملنا جدول كده الجدول اللي معندك في الكتاب ده لو حطينا هنا انجينة العين عنده اسكيميك هارت يعني معها زائد زائد اللي هنقوله ده ونشوف هنا ايه الادوية المفضلة اللي تبقى كويس قوي وايه الادوية اللي زي ما الكتاب كاتب لك كده ليست بريفيرد ليست بريفيرد يعني يفضل مش معناها كونترا انديكيتد بس معناها يعني ممكن يفضل البعد عنها طيب انجينة مسلا مع برونكيا الازمة هو كده بازنوك ليه لان انجينة مع برونكيا الازمة تعال الاول نتكلم على الادوية اللي ممنوعة الممنوع في برونكيا الازمة ممنوع البيتا بلوكر البيتا بلوكر ده مبدئيا كده هتعمل لك برونكقول طيب وايه اللي مسموح به اللي مسموح به في الحالة دي اولا عشان نخلص خلينا اقول انjektريت مسموح بها في جميع الحالات. يعني ارتاح النيتريت عمرها ما تبقى ممنوعة ابدا في اي حالة انجينة. سواء كاتكلاسيك او برينزيميتل او غيره. جايز ما تبقاش نمرة واحد انا قلت لك اكتر من مرة جايز هي تيجي في المرتبة التانية او التالتة انما هي مش ممنوعة. فخلوها نخلص من النيتريت. انما غير النيتريت ايه بقى؟ عارف مريض البرونك الازمة احسن حاجة تكتبها له حاجة من عيلة الكالسامة شان البروكر. ليه؟ خصوصا الفيراباميل مثلا ليه؟ لان الفيراباميل ده اولا هو هيهدي الهارتريت وهيقلل مايوكارديا الويرك واوتو ديماند. وفي نفس الوقت عيلة الكالسامة شانيل بلوكر كانت بتعمل ريلاكسيشن للسموس مصل. يبقى افضل حاجة للمريض البرونك الازمة انك تكتب له كالسامة شانيل بلوكر. طيب عيان مثلا انجينة بيكتوريز مع هارت فيلير او كونجيستف هارت فيلير بيزنؤك بردو. ليه بيزنؤك؟ عشان تقول له طيب البيتا بلوكر في الحالة دي غير مفضلة لان البيتا بلوكر بتقلل الكنتراكتيليتي وهتضر المريض اللي عنده هارت فيلير لان لها نيجاتيب اينوترابيك بردو الدواء اللي اسمه فيرباميل. الفيراباميل ده من ضمن الكالسامة شانيل بلوكر اللي كان بيعمل مايوكارديا الديبريشن هيضر المريض اللي عنده كونجيستف هارت فيلير. يبقى يفضل البعد عن دول. امال ايه بقى اللي يفضل الننت ديه؟ طبعا طرح انا ما اتفقت معك ان النيتريت مع اي حالة ممكن. انما المريض ده بقى لو انت عايز ت هستخدم له كالسامة شانيل بلوكر. انا قلت لك الفيراباميل ماينفعشي. طب ورائك ايه في النفي دبان؟ وهو النفي دبان برضو انا ليه ملحظات عليه. ليه كان شورت اكتنجو بعمل ريفليكس تاكي كارديا. بلاش بقى الله يكريمك نفي دبان ونستبدله بالدول اللي انا لسه اقيل لك عليه من شوية بنعمه اللي اسمه املو دبان. يبقى لو انت عايز المريض الهارت فيلير عايز له نيتريت تنفع. عايز حد من عيلة الكالسامة شانيل بلوكر يبقى خلي لك في الاملو دبان اللي هو كان من عيلة الديهايدرو بايريدين بيعمل كوروناري ضايلتيشن وفازو ضايلتيشن وبقى لي البريلود وافترلود من غير ما يعمل كلمة ريفليكس تاكي كارديا. خد نمر الثلاثة. مريض عنده مثلا انجينا مع هايبرتنشان. طيب انجينا مع هايبرتنشان لو انت بتسألنا انا شخصيا اقولك ان اي دوة انا شخصيا ما عندش محزير. يعني المريض ده ينفع له نطرات وينفع له كالسامة شانيل بلوكر بانواعها. وينفع له كمان البيته بلوكر بمتقولش لا. انما هوا الكتاب هتلاقيه كاتب هنا النيتريت. ولكن انت جئي выjem تستغربه. هو كاتب النيتريت في الخانه اللي اسمهااليستبريفanza حقيقي działрыв ممنوع. يعني مش عايز يقولك ان مريض الهايبرتنشان متدلوش نطرات لا. أنا بأكد عليك هو مريض اي ابصد ممكن ياخد ن马دل العادي جدا ما تدره بس هو قاصد الكتاب قاصد لما يحطلك النيتريت هنا قاصد يقولك ان النيتريت هتبقى ليست بريفيرد يعني مش هتفيدني قوي هي النيتريت هتفيدني فيما يخص الأنجينا. انما مش هتفيدني في الهايبرتنشا. ليه؟ انا عايز دلوقتي دواء يضرب عصفرين بحجر. يعني انت لو قلتلي مثلا ان المريض اللي عنده أنجينا مع هياخد بيتا بلوكر هقولك معلم. معلم ليه؟ البيتا بلوكر هتفيد الأنجينا وتفيد الهايبرتنشا. طيب ياخد كالسامة شان البلوكر هقولك معلم. لان الكالسامة شان البلوكر هتضرب عصفرين بحجر هتعالج أنجينا وهيبرتنشا. انما لما تيجي تقول لي نيتريت هقولك هي مش ممنوعة هي ماشي الحال. بس النيتريت هتعالج أنجينا بس. انما مش هتعالج الهايبرتنشا. فهو الكتاب عشان كده حطها لك في الخانة اللي اسمها ليست بريفيرد يعني دول افضل منها يعني. اخر حاجة بقى أنجينا مع ضيابيتس مليتس مريض السكر. مريض السكر أنا قلت لك أكتر من مرة أن البيتابلوكر هزاردس بالنسبة له. احنا شرحنا الكلام ده أكتر من مرة في الأوتونوميك نيرفا السيستم. وشرحنا ليه بالتفصيل ليه البيتابلوكر خطر على مرضى السكر. تاني حاجة الفيراباميل مش مستحب قوي يعني. لأن الفيراباميل أنا مرة وأنا بشرح الكلسامة شان البلوكر. كنت نبهتك أن الفيراباميل بقفل الكلسامة شانل في البنكرياس. وبيقلل الإنسولين ريليز. يبقى هيبقى مش مفضل قوي لمرضى الضيابيتس. قمال مين اللي مفضل؟ استخدم يا أخي نايتريت. المريض السكر ده ما يقولش حاجة لو استخدمت نايتريت. أو تستخدم كلسامة شان البلوكر بس ما يكونش فيراباميل. يعني ابعد عن الفيراباميل. ممكن مثلا تستخدمه زي ما قلنا برضو الأملو ديبين ده ما يقولش لأ. الاملو ديبين بلاش نفي ديبين برضو عشان شورت أكتنج وكلمة رفليكس تاكي جاردية. يبقى هذا المريض ينفعله ناطرات وينفعله املو ديبين. ويبعد عن البيتا بلوكر ويبعد عن الفيراباميل الأسباب اللي احنا قلناها. آخر حاجة بقى. عايزين نكلمك كلمتين صغيرين لو العيان اتصل بك في التليفون اللي انت بتعالجه ده. واتصل بك في التليفون وقال لك يا دكتور أنا عندي شيستيبين مستمر ما بيروحش. فانت هتقول له خط ناطرات نيتروجليسرين تحت اللسان يقولك هذا خط ثلاث راس والبين مستمر. طيب معنى ان البين يبقى مستمر معنى ايه؟ معنى انه دخل مني او ممكن يكون العين دخل مني في كلمة أكيوت كوروناري سندروم. وانا خايف لايكون الكوروناري أرتري تقفل تماما. ولو تقفل تماما المنطقة اللي صبلايت دي انا قلتلك في الفيديو الاولاني بتاع الأنجينا. قلتلك ان لو في فرع من الكوروناري تقفل التاني ما يحلش محله. مفيش جدء نستموزز تقدر يعني مفيش كده. وبالتالي المنطقة دي هتبقى نيكروتيك والعين يدخل مني في كلمة أكيوت مايوكارديا الانفاركشن. والمنطقة دي ايه؟ تبقى خلاص مايحصل لاش ريجينريشن. انا خايف من كده. يعني اول ما العين بيقولي يا دكتور القلم عندي مطول انا ببقى مرعوب من الكلمة ايه؟ من كلمة مايوكارديا الانفاركشن دي. طب هل لها علامات معينة؟ اه؟ اول علامة ان البين زي ما قلت لك يفضل اكتر من رمع ساعة. تاني علامة لو انت حضرتك بتعمل رسم قلب اللي هو ECG اللي هو 12ليد ECG. زي ما قلت لك قبل كده بتلاقي رسم القلب مميز جدا. بتلاقي الـ Q-Wave تبقى قوي والـ ST-Segment لها elevated بالشكل ده. ده اسمها Q-Wave ودي الـ ST-Segment لها elevated بالشكل ده. انما دي بيسموها STEMI. اللي هي ST-Wave Elevation Myocardial Infarction اسمها كده STEMI. ممكن ما تلاقيش دي. ممكن يبقى لعان عنده Myocardial Infarction بس ما تبقاش الـ ST-Segment عالية بالشكل ده. امت تبقى الـ ST-Segment عالية قلتلك لو الـ Infarction خدت الـ Whole Thickness يعني ضربت الـ Myocardial Wall كله من الـ Endocardial من الإيه ها؟ خدت الجزء ده كله كده تقوم تباني ان الـ ST-Segment تعالى بالشكل ده. اما لو كانت الـ Myocardial Infarction حتة صغيرة بس كده صب Endocardial يعني الحتة اللي ماتت من الإيه من الـ Myocardial حتة صغيرة لوكاليزد متبقاش دي عالية ولا حاجة عادي. هتبان كما لو كانت إسكيميا هتبان عنده بالمنظر ده ببرزد مش تبقى عالية بقى الـ ST-Segment واطية والـ T-Wave Inverted كما لو كانت إسكيميا إنما هي تبقى انفاركشن يسموها Sub-Endocardial Infarction. كويس يا بطل؟ طيب هل في علامة تلتة للكلام ده؟ اه في علامة تلتة غير البين وغير رسم القلب؟ بتقيس حاجة يسموها Cardiac Enzymes أو Markers فيه إنزيم اسمه تروبونين يعني لو دي خلايا القلب هي Cardiac Myocytes جواه إنزيم اسمه تروبونين ده مميز جداً specific للـ Myocardial. لما يحصل إنجري في المايوكارديم يقوم التروبونين يخرج في السيركيوليشن يقوم يباني التروبونين أول متلاقي عالي معناه إن حصل إنجري في المايوكارديم. طيب العيان دايما يبقى جاي عنده severe chest pain ودايما العينين دول لما الشيستبين بيطول عندهم بتلاقي دايما شكله مميز كأنه بيمسك 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 نفس المنظر ده يبقى عامل clenching of his fist كده يسموها Leven Sine. العين اللي جاي بالمنظر ده وبالكريتيريا اللي قلت لك عليها دي أنت لازم على طول تدخله intensive care يعني ده مفيش في كلام. هنديره بقى الأدوية الآتية أو قبل ما نديره أدوية أنا أنا ممكن أتعامل معه non pharmacological الأول. إيه بقى non pharmacological يعني قبل الدواء حتى العيان ده حضرتك لو هو جه بدري يعني لو جه المستشفى بدري في خلال ساعة ساعتين أو حتى لحد 12 ساعة. لو في دكتور قلب مدرب على الأسطرة يقوم يعمله حاجة بيسموها بيركاتينيس كوروناري انترفينشن. بيركاتينيس يعني بدخل بأسطرة تحت الألترا ساوند يبص عليها بالألترا ساوند ويفضل ماشي لحد ما يوصل للكوروناري أرتري المسدود. يعني لو ده كوروناري أرترا وفرع مسدود بحصل كده ثرومبوس يعني يفضل داخل بالأسطرة لحد ما يوصل بالألترا ساوند وحاجة من الاتنين. يا إما يدوي بالأسطرة دي يا إما ساعات يحصل لها يعمل ساكشن يشفطها بالأسطرة دي. ودي طبعا علاج رائع جدا رائع. العين كده ما يخدش أي دوا ولا يخد أي حاجة وتقريبا بتبقى completely reversible بس بشرط ان العين ييجي بدري. في عندنا مصطلح جايز هتقراف بعض الكتب الأجنبية يسموها دور شرطة to needle time. دور to needle time يعني الوقت اللي مضى من أول ما العين اتنقل من بيته من أول ما جات له الأعراض والعربية الإسعاف جات خديته لحد ما دخل للعناية المركزة والنيدل يعني دخلنا الأسطرة. هذا الوقت مهم جدا كل ما يكون الوقت ده قصير كل ما يكون الموضوع ده completely reversible. وكأن العين ممكن يروح بيته وكأن ما حصلوش أي حاجة خالص. عارف لو انت دخل العناية في خلال هذا الوقت اللي اسمه دور to needle time لم يتعدى ساعة ونص إلى ساعتين الموضوع كده تقريبا يبقى completely reversible. تقدر برضو انت تعمل هذا الإجراء في خلال عشر ساعات أو اتناشر ساعة. بعد كده بقى يبقى مالوش لازمة يعني تدخل بقى على pharmacological therapy. يبقى حكاية الأسطرة دي مش هتبقى مفيدة معك. ايه بقى pharmacological therapy اللي عندنا؟ ايه هي الأدوية المتاحة عندنا لمريض اللي دخل في acute myocardial infarction؟ هنلخصهم كلهم في الكلمة اللي اسمها مونا مونا تسكت. اي دكتور يسألك اي ممتحن يسألك يقولك يا ابني الميوكاردial infarction الأكيوت نعمل لها ايه؟ قوله يا باشا الحكيمة اللي اسمها مونا تسكت. ايه بقى مونا تسكت دي؟ الام دي يعني مورفين. يعني اول دا وهياخده العيان دا مورفين. ليه مورفين؟ اولا المورفين الدوز بتاعته هنا مقدسة جدا ولازم تعرفها. اولا المورفين بيتاخد هي الأمبولة فيها 10 ميلي جرام. 10 ميلي. انما في الحالة دي بنتدي 5 ميلي جرام يعني نصف أمبولة IV. ليه بقى اشمعنا مورفين يعني؟ اولا المورفين سترونجة انالجزك. لان العيان بيبقى عنده قلم شديد جدا. ليس بس قلم شديد. بيبقى حاسس كمان انه عنده جدا جدا. بيبقى حاسس انه هيموت. يعني ما تفهمش ليه؟ المريض اللي عنده ميوكاردية انفاركشن بيجي له احساس داخلي انه خلاص حياته انتهت. وبالتالي بيحصل له ريفليكس سيمباتيتيك استيميوليشن. وتكيكارديا. والاسترس والوهم دا والعرق اللي بيحصل له دا فيه خطورة على القلب. فاول ما بياخد مورفين. المورفين مش بس بيضيع البين. وكمان هو بيسموه ناركوتيك انالجزك. ناركوتيك يعني مخدرات. يعني بيعمله حالة كده بيسموها يوفوريا. يوفوريا يعني العين بيبقى مزاجه حلو. بنسه. بنسه المشكلة اللي عنده دي. ويبتدي ما يتوهمش انه هيموت. يبقى هو استرونجا انالجزك. وبيضيع الاسترس اللي عند العين. والتكيكارديا اللي بتجيله دي. اده واحد. اثنين. هتدرس كمان لما ان شاء الله نوصل للس نس. هدرسلك ان المورفين بيعمل فينو ضيلتيشن. من ضمن مزاهر الحلوة. انه بيوسع الفينز. ولما يوسع الفينز يقوم يسحب الدم على الفينوس سايد. يقوم يقل للفينوس ريتيرن. ولما يقل للفينوس ريتيرن. يقوم القلب ما يطلبش منك اكسوجين كتير. يبقى اذا كانت في حتة ماتت من المايوكارديا. الحتة دي مش هتوسع. لان خلاص القلب كده هدي. وما عادش فيه تكيكارديا. يبقى هو منه بيعمل فينو ضيلتيشن. وبيسحب الدم. وبيقل للفينوس ريتيرن. وبيقل للفينوس ريتيرن. وبيقل للفينوس ريتيرن. ادى واحد. نمرت اثنين. كونه بيضيع الاسترس وبيضيع البين. ادى نمرت اثنين. قبل ما سيب المورفين وانقل على اللي بعده. يهمين اقول لك شوية ملاحظات. ايه بقى الملاحظات المهمة اللي انا عايز اقولها لك؟ حضرتك احيانا بيحصل انه ادى السبطة ما هو. وبيحصل انه ممكن مايوكارديا الانفاركشا تبقى في الانفيريور وال. حين الحتة دي كده. ساعات يبقى الحتة اللي ماتت من المايوكارديا او نيكروتيكيا المنطقة دي. يسموها انفيريور. انفيريور مايوكارديا الانفاركشا. نركز الله يخليك في اللي هنقوله ده. ده مهم قوي. ايه مشكلتها؟ اولا انت هتعرف ازاي انها انفيريور دي مش شغلتك. دي شغلة احنا هنعرفها برسم القلب. يعني احنا هنعرف الانفيريور من البستيريور من الانتيريور. من الاثناشر ليد اللي قلت لك عليهم. هبص كده انا هعرف الانفاركشا جات فين بالزبط. فدي مش قصتك. انما كون ان يحصل ان المنطقة اللي هي الابيكس دي تموت. ده على طول بياخد معها السبطة. يعني ده انا قلتلك ياريد تكون فاكرني. ياريد تكون فاكر. ان انا في بداية الكلام خالص في الانجينة. قلتلك ان في الكورونري ارتري ادى رايت كورونري. وادى ليفت كورونري. ارسموه بالقلم لسودهو. ادى ليفت كورونري ببقى ماشي. اللي هو سبول ليفت انتيريور ديسندنج برانش. ببقى ماشى على السبطم كده بالطريقة دي. او الليفت انتيريور ديسندنج برانش. لما بتقفل بيضيع الايبكس وياخد معها السبطم كمان. طيب حلو. يعني الانفيرور اما اي دايما معها السبطم بيتاخد في الرجلين. طب وده يضرين في ايه؟ لا يضرين قوي. لان انتناسي ان في هنا باندل اللي بتوصل الكهربا. اللي اسمها الليفت باندل والرايت باندل دول ماشيين على السبطم. معناة ان السبطم لما يضرب ويحدله اسكيميا، الباندل دي هتتدرب. ونتوفقسك الكهرباoh Flex. معناة ان العين يدхل منا في برادي برادي كارديا. هو ده السر الله الذي مرد Pick If My to Don't Doctin بيبقى دائما عندهم برادي كارديا. علشان السبطم بيتضرب والسبطم عليه الباندل. كل سنة والانت طيب ما فيش توصيل الكهرباء العين بدخل في . طيب ايه دخل اللي أنا بقوله بالمرفين. لا لا له دخل مهم جيد. لان المورفين هتدرس معانا ان شاء الله فسي ان الناس ان المورفين بإعملك. و فجل يعني هو بيعني لك برادي كارديا أصلا. يعني المورفين بعمل برادي كارديا. الزي بعمل برادي كارديا اللي بيعني لها المرفين نتيجة هي مش وحشة. مش وحشة لو كان العين عنده مايوكارديا الانفاركشن في اي منطقة الا اذا كانت انفيريور ليه بقى؟ لان البراديكارديا اللي هيعملها مع البراديكارديا اللي موجودة بسبب الشرح اللي انا قلتولك ده العين ممكن يدخل منك في كاردياك الرست يبقى المورفين يستخدم في جميع حالات مايوكارديا الانفاركشن الا اذا كانت الحالة انفيريور اما ايو قديني شرحت لك ليه طيب قم بالها تقول لي البديل ايه؟ ماانا لازم استخدم دواء يكون انا الجيزق قوي جدا من عيلة المخدرات احنا عمدنا دواء ابن عم المورفين دواء ابن عمه بالضبط شابه اسمه ميبيريدين ميبيريدين هتاخده ان شاء الله بالتفصيل في الـ cns الميبيريدين ده بقى انالجيزق زي المورفين بس ما بعملش فيجال استيميوليشن بالعكس بقى ده الميبيريدين بعمل العكس بعمل اتروبين لايك اكشن عارف اتروبين لايك اكشن يعني ايه؟ يعني يزود الهارت ريت يعني يصلح البراديكارديا دي يعني اذا كان العيان جايلك بانفيرير ام اي وعنده سيفير براديكارديا وانت خايف عليه لايحصل له ديبريشن للميوكارديا ويموت فيها يبقى الميبيريدين منه هيبقى هذا الجيزق ومنه هيصلح البراديكارديا اللي عند العيان اما المورفين يبقى ابسوليوتلي كونترا انديكيتد في هذه الحالة ان شاء الله بقى لما نروح للسي النس هنقولك ان في ادوية اخرى زي المورفين كده ممنوعة بردو ممنوعة في مريض الميوكارديا بس انا مش عايزة اشغلك بها دلوقتي وانحنا عمرنا ما هنسألك في نص السنة فيها ان شاء الله لما نوصل للسي النس ابقى اشرح لك بالتفصيل انما دلوقتي قديني قلت لك المورفين ودوره وقلت لك انه ممنوع في الانفيرو ام اي والبديل بتاعه وشرحنا لك كل حاجة ندخل بقى على تاني حرفة من كلمة مون احنا خلاص كده تاني حرفة الاكسجين مريض الميوكارديا الانفاركشن حضرتك انا من في الفيديو اللي فات قلت لك ما تندفعش قوي على موضوع الاكسجين وتعودش تدور وتعمل مشاكل لان اولا الاكسجين ما ثبتش ان بفرق مع حياة العينين يعني على عكس انت متخيل طبعا انت متخيل ان المريض لازم ياخد اكسجين عشان هو عنده نكروزز والاكسجين ماشي كويس اللي انت بتقوله صح لكن لما عملنا دراسات وجبنا مئة الف عيان عندهم ميوكارديا الانفاركشن خدوا اكسجين وزيهم ما خدوش اكسجين ما فرقتش يبقى الاكسجين ما بفرقش معنا في المورتاليتي يبقى كون العين ياخد اكسجين او لا ما بتفرقش الا الا لو كان العين عنده سيفير هيبوكسيا طب ايه علامة الهايبوكسيا زي ما قلت لك في الفيديو اللي فات الاكسجين ساتيوريشن عندنا يتراوح نسبته من 95% في الارتيريال صايد الى 100% يعني لازم الاكسجين ده ده النورمال ليفل الاكسجين اذا نزل ل 90% الساتيوريشن بتاعه في الارتيريال صايد يبقى ده معناه ان العين عنده هيبوكسيا ويمحتاج اكسجين هو ده بقى العين اللي ياخد اكسجين فعلا اللي هو الاكسجين ساتيوريشن عنده اسمها كده ساو2 الرمز بتاعه كده ساتيوريشن او دي او تو اذا نزل تحت 90% يبقى لازم اكسجين طيب انت هتعرف كلمة 90 و95 ازاي يعني ما هو العين لا بسيطة قوي احنا عندنا الجهاز اللي قلتك على المرة اللي فاتت اسمه اوكزيميتر الاوكزيميتر ده اسمه بلس اوكزيميتر من صباع العيان جهاز صغير جدا يتحط على صباع العيان كده يقول لك يطلع لك رقم نسبة الاكسجين ساتيوريشن يبقى انت ما تديش اكسجين من فضلك الا اذا كان العين عنده هيبوكسيا وقدين قلت لك الارقام تحت اللسان يعني العين يستخدم نيتروجليسرين تحت اللسان ليه سيدي هي النطارات هتفرق يعني اه هتفرق لان النيتريت هتلحق اللي حصل يعني هو الحتة خلاص بقت نيكروتيك اهو النيتريت هتعمل تخلي المنطقة دي ما توسع شي يعني اه انا خلاص اللي حصل حصل انما على الاقل الالحق بقى انها مش كل يوم تزيد مديكة الاسكيمية او لو ما عندكش نيتريت ممكن تستخدم بيتا بلوكر البديل بتاعها عشان ايه تهدي القلب يقوم ما هو انت اهم حاجة لمريد الميوكاردية الانفاركشن انك تحافظ على الهارتريت انه ما يزيدش منك وفي نفس الوقت ما يقعش منك برضو يعني احنا عايزين نحافظ على الهارتريت مسلا يكون في حدود الستين فاذا لقينا الهارتريت زيادة يبقى النيتريت او البيتا بلوكر هت ايه البيتا بلوكر هتهدي الهارت وتخلي الايه تعمل الانفاركت صعيز طيب يا باشا الايه دي انتيكو اجيولانت انتيكو اجيولانت يعني حاجة مضادة للجلطات وهو اكيد انه دخل العين في ميوكارد الانفاركشن انه عنده فرع من الكوروناري اتسد من صدن سورومبس حصل كلوتنج فاحنا بنلحق نديله هيبرين ان شاء الله هندرسلك الهيبرين بالتفصيل في الشابتر بتاع البلد واقولك ان الانبول بتاع الهيبرين فيه 5000 يونت انا بدي الهيبرين في الحالة دي اي فيه ودايما الهيبرين بتاخد ساب كوتينيوس انما في الحالة دي لانها طوارق فانا بدي الهيبرين في الوريد بدي امبول او اتنين الانبول في 5000 يونت والامبوليني في 10000 يونت حضرتك وهندرسلك بإذن الله في شابتر البلد ان فيه بدائل دلوقتي الهيبرين افضل منه فيه حاجة افضل من الهيبرين العادي اسمها هنبقى نقولك عليها افضل شوية من الهيبرين وفيه ادوية اخرى الهيبرين او اللو موليكولر ويت هيبرين اللي احنا بنديه ده في الاميرجنسي بنديه خصوصا لو كان العين اوبيز اما يكون عين عنده ما يكون الانفاركشن واوبيز او سموكر يبقى هو ده ده اكتر واحد محتاج منك تدوز عالية من الهيبرين طيب اللي بعده كلمة تي كلمة مونة تسكت التي دي بقى التي دي اختصار لكلمة فرومبوليتك دراج فرومبوليتك من اسمها كده فرومبو يعني جلطة ليتك يعني يدود الدواء مثلا رخيص شو اسمه ستريبتو كاينيس ده رخيص قوي الدواء اللي احسن منه شو اسمه يورو كاينيس حقا افضل تدوب الجلطة بسرعة اللي افضل منهم ومنهم حاجة اسمها تيشوب لازمينوجين اكتيفيتو دي هايلي سيلكتف دي تروح تدوب الجلطة من غير ما تعمل مشاكل بس احنا هنشرح لك بقى العيلة دي من الادوية بالتفصيل في الشبطر اللي قلتاك عليه بتاع البلد فسيبهلنا دلوقتي اعرف بس الاسماء وخلاص انا بدي دواء يدوب الجلطة في خلال من ساعة الى ست ساعات طيب الاس دي بتاعت تسقط الاس دي سيداتيف سيداتيف يعني مهدئ هندي للعيل حاجة تهديه ليه لان زي ما قلت لك المريض بتاع الميوكارديا الانفاركشن بيبقى دايما حاسس ان هو عمر انتهى وروق خلاص يقولك دي اخر ايام بقى فدايما الاحساس ده بيعمله تاكيكارديا وبيعمله استرس والله لو كان المورفين اللي خده خلى مزاجه حلو والتاكيكارديا وخلاص وهيدي خلاص يبقى نكتفي به لو انت لسه محتاج حاجة اضافية بتديله مهدئ اسمه دايازيبان والدايازيبان ده مهدئ يونيفيرسل من عيل اسمها بنزو دايازيبين هنبقى نشرح لك بالتفصيل ان شاء الله في السي الناس طيب والتي دي بتاعت تسكت دي ايه الكمبيليكيشن بقى يعني التي دي بقى ايه الكمبيليكيشن اللي بتحصل مريض المايوكارديا الانفاركشن يا بطل ساعات يدخل منك في سيفير براديكارديا ويموت منك يدخل منك في مايوكارديا الدي بريشن لتيجت ان ممكن تكون المنطقة دي اكستنسف اللي ماتت دي حتة كبيرة من المايوكارديا بالعان ما يستحملش تيجي تحط ايدك على البلس ما تلاقيش بلس تيجي تاس بلات بريشن مفيش بلات بريشن صفر وصفار كلها العان منتهي ده بقى دخل منك في حاجة اسمها كارديوجينيك ايه شوك كلمة كارديوجينيك شوك يعني الحتة اللي ماتت دي بقى العان منتهي مفيش مفيش افشانت كونتراكشن والكاردياك اوتبوت تقريبا مفيش مفيش دم يطالع من الهارت وعان ده هينتهي منك تلحق بقى ممكن تلحق العان ده بقى انك تديره الدواء اللي زمان اللي تكلمنا عنه في الاوتونوميك كان اسمه دوبيوتامين لو انت فاكره الدوبيوتامين اللي كان بينبه بيتا وان ريسيبتور في الهارت ويومها قلنا لك في الاوتونوميك انه بتاع كلمة كارديوجينيك شوك اهو ده في الحالة دي طي لو لقيت العيان اللي عنده ميوكاردل انفاركشن في اول 48 ساعة قلبه ملخبط يعني عنده ارزميا لان مؤكد 100% العيان اللي بحصله اما اي لازم يدخل منك في ارزميا الارزميا اللي عند العيان ده لو هي كده يعني قلقك قوي بنتدي لها دواء متخصص جدا هنبقى نقوله لك بعدين اسمه ليدوكين الليدوكين او ليدوكين الليدوكين ده اللي هو البنج بتاع السنان على فكرة هو لوكال انافاتيك انما لو اتخد اي في يروح يعمل صبرشن لاي خصوصا اذا كان سببها اما اي بص بقى يا بطل لو جالك ام سي كيو يقولك ارزميا ديوتو اكيوت مايوكاردل انفاركشن نعليجها بايه يبقى الدواء نمرت واحد الليدوكين فيه ادوية تانية تنفع انما جميع الادوية اللي هتعالج الارزميا في الحالة دي هيبقى فيه خطورة لان كل الادوية اللي بتعالج الارزميا معظمها بيعمل مايوكاردل ديبريشن الوحيد اللي ممكن يوقف الارزميا بدون مايوكاردل ديبريشن هو الليدوكين ده